سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في ريو ستيشن انا تعبت في الفيديو ده قوية و الفيديو ده بجاب بتعبني الفيديو ده لتالت مرة اصور اول مرة حاولت ان انا اعمل حاجة جديدة في المونتاج بس الاسف الامكانات اللي معايا ما ساعدتنيش فالفيديو بوز قلت مش مشكلة اصوره تاني مرة وجيت في يوم صورت الفيديو ده ولقيت ان في وقت وان انا فايق احتم صور معاك اثنين فيديو تانيين في وقت تلات فيديوهات يعني قعدت بتاع حوالي تلات ساعات بصور وفي الاخر بعد ما خلصت تصويره وباخد كارت الممري من الكاميرا عشان احطها على كوميترا اخد الفوتش بقى اللي انا صورتها اكتشافت ان كارت الممري بايز وعاوز فورمات فروح تشتريك كارت الممري جديد ودلوقتي بجربه في الكاميرا اهو وبصور وانا قلقا بصور وانا ان انت تصور عدد ساعات طويلة دي وخلصت بقى داخل هتعمل بمونتاج بقى وحتنزل الفيديو ومتحمس وفجأة تلاقي كل دعبك راحة على الفاضي كده فالحمد الله فتعال نشوف الجهاز اللي بواز لي كارت الممري وبواز لي بمونتاج وخلنا عيد تصويره ثلاث مرات دلوقتي انا اكيد انتوا عرفتوا خلاص من اسم الفيديو احنا نتكلم عن البي اس بورتل الجهاز ده انا ما كنتش ناوي ان اشتريه ولا اعمل عليه اي فيديوهات خالص انه بصراحة يعني انا شايف الجهاز ما يستحقش طبعا اول ما ظهرت اشعاعات ان سوني بتعمل جهاز بورتل او بتعمل جهاز هند هيلد اصلا الجهاز محمول جديد انا من جواي كده اللي هو ايه اعماله ده بسرعة يا رب يجي بسرعة يا رب يجي بسرعة ليه فاكريني بي اس بي ده بي اس بي يعني اكيد يعني في ناس كتيرة طبعا عارفة بي اس بي واحد افضل وانجح الاجهزة اللي سوني نزلتها وطبعا ده مش شغال اصلا الهوش بطارية ومش حاليف انا مكس على جيب له بطارية ولا ايه بس مهم يعني هو مش شغال بس البي اس بي بالنسباني كان جهاز هاملوك يعني انه الجهاز كده هد كده تشغل عليه العاب تقريبا في نفس المستوى البلي اس تيشن 2 تقضوا معاك في اي مكان فكانت تفرع وقتها بعد كده نزل البي اس بي ده وده كان حكاية تطش ويليسه كان جبار فان سوني تعمل بي اس بي مع او جهاز العاب محمول مع نزول بلي اس تيشن 5 يبقى اكيد تعمل جهاز قوي على الاقل الاقل يشغل الالعاب بلي اس تيشن 4 وكنت منحمس جدا للجهاز وبدأت تظهر اشاعة وراء اشاعة لحد ما عارقنا ان الجهاز ده هيبقى مقرد بلي يشغل الالعاب بلي اس تيشن 5 ساعتها حسيت بخبة امل كبيرة جدا من سوني واللي هو ايه لا سوني خلاص بتخرف كده ف كان نفسي ان ده يبقى حاجة زي البي اس بي بيتا مثلا بس بتطور يشغل الالعاب بلي اس تيشن 4 او حاجة بس للاسف ده مخصم فعشان مطولش عليكم هو الجهاز مستمر فما فيش انبوكس بس انا فيه حاجة اريد ارهالكو في الكارتون او العلبة بتاعتو انا حاسس ان العلبة بتاعتو احسن من علبة البلاي اس تيشن 5 بلاي اس تيشن 5 تفتح كده تلاقي كارتونتين بيتا بامنه من الجهاز وخلاص وفي حتة سوني فاني لكن ده مثلا تفتح الولاف الخارجي وتشد زي درج طلق العلبة وبعد كده هنا تشد كده تلاقي لك عامة البلاي اس تيشن وتفتح هنا وتلاقي الجهاز وتحت الواصلات والكلام او سلك الشحن فتجربة الانبوكس بتاعتو احلى بكتير من تجربة الانبوكس بتاعت البلاي اس تيشن 5 بصراحة يعني السوني تقريبا هم عشان العلبة دا 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 مثلا شبها الدرج دي عشان كده سوني بتاخد 200 دولار بالنسبة لشكل الجهاز اعتبت كده ان انت كبت يد بلاي اس تيشن قسمتها نصين حطيت ما بينهم شاشة وبقى رموت كنترول بشاشة هو دا الشكل بصراحة المسكة بتاعتو غريبة شوية بس عجباني يعني حكايت ان انت تم مسك اليد دي كده اي مختلفة مختلفة عن اي اجهزة تانية احنا متعودين الى اجهزة بتبقى حاجة عربية من الشكل دوت يعني مثلا الليجان جول ستيم ديك متعودينها للمسكات بتاعتها هكده معروفة شكل تقليدي لكن سوني المرة دي عاملة شكل مختلف فبالنسبة للشكل انا شكل عجبني بصراحة ومسكة بتاعته مريحة وكويسة جدا كنتم دي الشاشة وجزء اليد هنا وجزء ماسك كده وكأنك ماسك يد بلاي اس تيشن لا ممتزة جدا طبعا شغلت الجهاز طلبت عميقية عمل تحديثات وطلب الحساب بتاعي دخلت الحساب وعملت التحديثات وفتحت واشتغل على بلاي اس تيشن ما فيش اي مشكلة لو انت ما استعملتش الريموت بلاي قبل كده فببقى تفتح البلاي اس تيشن بتخش الاعداء لازم تبقى مفاعله وساعت عيشتغل معادي فالتشغيل بتاعه كان بسيط جدا سهل جدا ما فيش اي صعوبة فيه اكتر بس حاجة عجبتني بصراحة يعني ان انا بشغل الجهازة بعد كده مساء هنا حكاية الانيميشن وهو دلاطي شغل بلاي اس تيشن عندي الدايرة اللي عاملة اسمه بي اس بورتل وهو عمل انيميشن على اساس ان هي بورتل بوابة سحرية تدخلك على البلاي اس تيشن وده بصراحة الشغل ده عجبني حلوة لزيزة اه 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 جربته في الالعاب بسرعة الاستجابة كويسة جدا هتسألني فيه دلاء اه طبعا اكيد فيه دلاء ده رموت بلاء انت بتلعب عن طريق النت ومهما كان النت عندك سريع لازم يبقى فيه دلاء بس لو انت مثلا واحد زي احداتي بياخده معاه الشغل ومسلا عنده ساعة كده مفيش شغل نص ساعة ما عنديش شغل روحت قاعد كده مثلا ومسك الجهاز وهتلاعب جدو فور مفيش دلاء لو هتتعمل على السنانيو ده مفيش دلاء مش هتحس بالدلاء هتحس كأنه خلاص تتنفذ في اللعبة لكن تعالى مثلا نلعب لعبة زي كلف دوتي اونلاين هتحس بالدلاء انا حسيت ان يفيد لي فرق بارته لما تلعب على رموت بلاي وشاشة 60 هرتز تلعب على الجهاز عطول وشاشة 120 هرتز فهو لو الالعاب تختيمه والعاب قصة جميل جدا لكن لو هتلعب اونلاين ما نصحش به خلص ايه الفرق بينه ما شغل الرموت بلاي على الجوال وعلى تابلت او اي جهاز في ويندوز ما شغل الرموت بلاي وقدر الالعب بالبلاي ستشن فايل هل في فرق؟ مفيش اي فرق الميزة الوحيدة بس اللي دفعتني ان طبعا بدل ما خلص بطارية الموبايل او مثلا بطارية التابلت لا ده ليه بطارية منفصلة ديه الوعب الوقت ما انا عايز قط فيه واركنه ولما اعاوز على العب تاني ارجع له والعب الشاشة بتاعته تحفة بصراحة حلوة جدا فول اتش دي وستين هيرتز كنت فضل لو الشاشة كانت 2K او 4K وتبقى ممكن لو الشاشة اولد بارتو من 200 دولار بصراحة فرق 150 دولار وبيجي بشاشة اولد طبعا بيحمل العب على طول بانه جهاز مستقل كامل كونسول كامل وانت ده من 200 دولار ومش قدى تعطي شاشة اولد يعني سوريا عندها شاشات قوية جدا ليه حاطت لي 1080 لستين فرين بس بس ممكن اقول الفكرة بارتو ان حتى لو حطت شاشة اولد يعني حطت شاشة اولد فور كي هتبقى السراحة اوفر شوية بارتو ان انت بتلاعب عن طريق النت فانت عشان تعمل استريم لفور كي او روموت بلاي حيستحلك نت جميل جدا فعايز نت تطلق جدا عشان تقدر تعمل حجاة دي فالنسبة للستريم معقول بس كنت تخليها شاشة اولد هتبقى الوانها زاهية اكتر احلى نظر بليها كان عايبة احلى طبعا الشاشة بتاعته تطلق بس تطلق بتاعتها معتمد على القائم بتاعتها وبس يعني متقدرش تتحكم في العدعاب تطلق والكلام ده انت بس تطلق عشان تثبت الجهاز تعمل الكوننكت او لو عايز تعليل اضاءات مثلا توصل النيت الكلام ده هو ده بس تطلق فما اعتبرش تطلق كامل انا زهدي من الععاب ومثلا قاعد في المطار مثل النيت الطيارة او قاعد في الشغل وما فيه شغل وزهان ومش عايز العب ايه ما انزل مثلا قابل تيفي ولا نيت فليكس يوتيوب واتفرجة بسلا الشاشة بتاعته جميلة برطو انت عندك الشاشة دي كلها تقدر تتفرج على حاجة لا لا ينفعش ليه يا سوني اصل الروموت بلاي ما بيدعمش ان انت تتفرج على نيت فليكس او تتفرج على يوتيوب اثنين بقى للصوت بصراحة الجهاز صوته عالي جدا انا عجبني السماية انت عندك هنا مكان لسماعتين فالصوت بتاعه عالي يعني مثلا صوته في لابة كولف دوتي هذا كده الصوت طبعا اللابة شغالة صريصة جميلة ليش اي مشاكل الصوت واضح جدا عالي جدا صوته حلو طيب انا قاعد في الشوال صوته عالي ولو وطيت الصوت مش هسمع بارته عايز اركز في الكلام فطلع الاربود وصلها ولعب لا ما ينفعش ليه اصلا سوني نسلت تحطي بلوتوز في الجهاز ايه اه سوني وهي تصنع الجهاز الشباية بتاعت البلوتوز نسلت تلحمها في الجهاز للاسف سوني مش حطي بلوتوز في الجهاز فانت لو عايز تستعمل سماعات حاجة اثنين عندك هنا مدخل للسماعة تقدر تشبك سماعة او اكس تشتغل بها طب انا عايز سماعة ويا الليس هتيجي هنا عندك حاجة سماعة بي اس لينك هيت ست فانت عندك سماعات سوني جديدة اللي هي بي اس لينك والايربوتز بتاعتهم والكلام دوت هتجيب السماعة وعندك هنا زرارة بتدوس عليه وتشغل السماعة هتدوس برضو على زرار فيها هتشتغل وطب بكام السماعة دي ساعة اللي واحدة فيهم تقريبا بحوالي 200 دولار فانت 22 دولار السماعة 22 دولار الجهاز ادي 400 دولار عشان تقدر تلعب بسماعات ويا الليس فسوني دي دلوقتي بتتجه اتجاه ابل انت عندك ابل دلوقتي مثلا بتنزل مثلا زي الابل واتش مثلا ما بتشتغلش الا على جهاز ابل اغلب اكسسورات ابل نفسها ما بتشتغلش الا على ايفون فسوني بتقلد قبل دلوقتي انت عايز تستعمل جهازي روح اشتري السماعة بتاعتي بالنسبة للكنترول زي ما قلت في ابل الفيديو بصراحة الكنترول بتاعه اعتبر نفسك بتستعمل يد بلايستيشن 5 عادية خالص هتاخد كل خصائص يد 5 اللي هتك فيدباك والتريجر والفابريشل هتاخدها هنا فالكنترول انا هاجبني جدا مفيش اي مشكلة بس عندي ملاحظة وسيلة لماذا حطيت لي الانالوجي ستيك صغيرة انا ما بحبش الانالوجي ستيك الصغيرة كنت اضطلي مثلا الكاملة بتاع اليد انا شايف حجم الانالوجي ستيك اللي في اليد للإدجي احلى الانالوجي ستيك انا شفتها في يد نهائي عجبني جدا اللي هي بتيجي كمان انك النفسي تيجي مع اليد 5 العادية بس للاسف تيجي مع اليد بس لماذا تحط ليش واحدة زائدية او مثلا بتاعت اليد العادية حطي لي يد كاملة اناوجي ستيك كاملة حطي لي مثلا اناوجي ستيك كبيرة لا تبقى شوية لا تبقى شوية حاجة تانية انا شفت الجهاز ده من الداخل الانالوج مختلف خالص عن اليد العادية فلاقدر الله وده لو حصل له دريفت ستيك وكده كده هيحصل له دريفت ده سوني فلازم يحصل له دريفت فانا هغيره ازاي انا مش لاقي القطع دورت على النت دورت على عليكسي بريس دورت على مواقع في السين سألت تجار في السين مش لاقي لها قطع خالص معرفش هتتوفر قدام ولا لا مش عارب لو حد يعرف موقع بيبيع قطع غير ليها ياريت يقول لي اسم الموقع ده ايه وعلى لا اخش هشتري اثنين ثلاثة اخليهم احتغي عندي او ممكن اشتري كمية برطن اكيد هيجي سيونة بعد كده بالنسبة لأهداة الجهاز انت لو جيت سحبت الشاشة من الجزء دهوات في اي وقت هتلاقي هنا اهداة عندك الديسكنيكت هيفصله عن الجهاز وعندك البي اس لينك هت سيت وده لو حادث توصل اذا ما قلنا وعندك دهوات اللي بي البرائتنس بتاع الشاشة وعندك وضع ال اير بلين مود انا عايز افهم ايه فايدة ال اير بلين مود يعني سوني حط اير بلين مود في جهاز زي ده لين مثلا لو انا في الطيارة ومعايا الموبايل او التابلت مثلا كابتن الطيارة مثلا فيه الوائل اس ما اعرفش حنالت 2024 ليه ليه في الوائل اس لاني مش معقول التكنولوجيا ما لقيتش حاجه لحل الحكاية دي بس ما علينا فحطيت الموبايل مثلا او التابلت على وضع ال اير بلين مود او وضع الطيران عشان لو عندي ميوزيك قدر اسمعها اوفلاين اتفرج على حاجه اوفلاين حلعه بلعبة اوفلاين لكن جهاز زي ده اصلا ما بيعملش حاجه او ما بيعملش اي حاجه غير هو اير بلين مود بعد كده عندك هنا سيتنج لو دخلت عليها اتلاقي النيتورك والسيستم فيها السوفتوير اللغة للوقت التاريخي البطارية بعد كده عندك الديسبيلية والبرايتنس فيه هنا بس اللايت بار اللي هما دولت ودوته عاجبين بسراحة هما دولت مدورين ازرق فيه افعاد الالعاب بيتفعلوا معها زي لابة جدو فور لما مط في اللابة بقوا بينوروا احمر فلذيذة يعني وعندك الكنترول بس بتاع الفيبريشن بس عندك هنا بارتو زرار للميوت وبصراحة بالنسبة للمايك بتاعه تحفة جدا انا جربت في المكالمات العزل بتاعه ووضح يمكن احسن من مايك اليد بس وفي الاعدادات مفيش اي حاجة تانية فقير جدا الجهاز فعليا فقير جدا مفوش اي اوبشن مفوش اي حاجة مجرد شاشة رموت حاجة تانية الجهاز مهوشن يعني انت لما بتروح مثلا تشتري ستيم ديك او لنوفو ليجان جو او روغ الاي او اي اجهزة من الهند اغلب الاجهزة بشنطة الا السويتش طبعا ما يجيش بشنطة بس بيجي معايا اهبت يعني ملناش دعو بالسويتش عشان ده شركة حالها لها سياسة خاصة بي سوني واثة 2 دولار يعني شنطة بعشرة دولار يعني شنطة هتفرح والله هتفرح الواحد لو اشتري شنطة لو حطت لي شنطة محترمة معايا انا ممكن ادصى كل المشاكل اللي معايا ان معاه شنطة قويسة فالاسف لو جبت جهاز اي ده لازم هتجيب له شنطة عشان تحافظ عليه طب انصح بالجهاز ده ولا لا يعني بص اول حساب استخدامك فانا هتكلم بالنسبة لي انا بالنسبة لي استخدامي انا انا شفت ان الجهاز ده 200 دولار جديد لأ غالي ماش حدفع 200 دولار ولولا انه جالي مستعمل بس في الفترة اللي استعملت الجهاز بيها بصراحة انا شايف بارتو استعماله كويس لسيس فيه اثنين سيناريو هنا اول سيناريو لو انت في البيت لو انت في البيت وعندك راوتر محترم مثلا بيدعم تردد خمس تلاف هرتز الجهاز ده هشتغل طلقه طلقه بمعنى الكلمة مش هتحس بالدليه خالص والسرعة تبقى واضحة وكل حاجة تماما بالنسبة لي استخدامي في البيت بيبقى الماضي على المكتب وقدامي الشاشة وكده اعيز اريح بقى اعيز اريح شوية اعيز العبلي جيم كده في الروائقه مش عايز افضل مركز في شاشة كبيرة فاجب الجهاز ده اريح على السرير اعيز العب جيم ده حد منام ولا نشوف حامل فحلو استخدامه في البيت جميل جدا مش متحكم ان انا لازم اقعد في مكان واحد لا انا قدر اقعد في اي حتة في البيت السيناريو الثاني خلينا دلوقتي مثلا اقعدت في كافي مثلا اقعدت في كافي ونشرب كوباية الكوفي وطلعت الجهاز لو النت بتاع الكافي مش سريع انسى 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 لا لو مش سريع ده مش هيشتغل فانت لازم تبقى عارف ان الاماكن ان انت رايحة فيها نت ممتاز فيها نت سريع عشان تدقى استمتع بالجهاز ده غير كده فانت مثلا موكي بقى معاك النت بتاعك ال 5G وتكون تروح اماكن التغطية فيها كويسة ساعت اتعرف تشغل الجهاز ده او هيبقى حلو جدا فدي رجع للاستخدام بس انا شايف بصراحة لا مايستحقش الجهاز اصلا ان انت تشتريه مايستحقش اساسا الـ 200 دولار لو ممكن لو ساره مستعمل وساره كويس ساعتها ممكن تفكر لكن لو هتشتري جديد لا انا ممكن اعمل كده في الموبايل بتاعي هركب بيده على الموبايل او التابلت شاشته اكبر وهوصل عليها يد برطو بتاع البلاي ستيشن وهلع برموت بلاي او هفكر بصراحة لو انا محتاج بقى جهاز هندهيلد او جهاز العب محمول هفكر مثلا داينتندو سويتش فرق 150 دولار ما بينهم و 150 دولار دوت اعتبرهم تماما لعبتين مش فرق مش فرق رهيب بسبب حاجة انت دا 200 دولار و بلاي ستيشن 5 500 دولار هدي كده 700 دولار من غير تمام الشاشة تدفع 700 دولار عشان تقدر تستعمل الجهاز دوت لكن ناينتندو سويتش 350 دولار جهاز هتشتري له علعاب بقى تلعب علعاب فري زي ما انت عايز تشغل على طول نت اوفلاين شغل معاين او مثلا هفكر في تكلفة اعلى داو دخلنا بقى 400 دولار لحد 700 دولار عندك بقى ستيم ديك لسي دي عندك الستيم ديك عندك الوليد عندك لدوفو لجانجو و عندك الاسوس روجالاي و قريب جاي الزوتك و موجود دلعة الامي السعي فيه شركات كتيرة جدا منتجها للمجال ده و احسن و افضل من الحكاية دي فانا شايف ان القسم اللي فسوني المسؤولة عن الاختراعات او مثلا يفكر في افكار جديدة تقريبا نايمين ما عندهمش اي افكار جديدة ما عندهمش حاجة جديدة يعني كانوا سألوني حتى قالوا لي عايزين فكرة جديدة مثلا احنا عايزين نعمل جهاز مثلا محمول الناس تقدر تلعب في اي مكان هقولهم طب ماش لو مش هتقدر تعمله جهاز زي انت في اندو سويتش مثلا او الستيم ديك والله الجهاز حلو و شكله حلو و فكرته حلوة جميلة و خليه شغل الالعاب بلايستيشن 5 اوكي بس مثلا انا واحد ما عنديش بلايستيشن 5 خليني ان انا اقدر ألعب ألعاب بي اس البلاس من عليه اشترك بلاس اكسترا او بريميام بيفتح لي مكتب الالعاب اقدر ألعب ستريم من عليه فكرة حلوة او خليه يبقى فيه مساحة مثلا 512 جيجا على اقل و اقدر ان انا اشترك في البلاس و احمل الالعاب عليه و العب في اي مكان اوفلاي و كل شهر هدفع تمام للاشتراك ساعتها الجهاز ده كان عايب بس و شو طلقه في السماء كان عايب يبيع مباعات رهيبة خلي الجهاز يبقى مستقلب ذاته يقدر يشغلي نتفلكس ابل تي في سبوتيفاي يوتيوب الكلام دوت ليه تيفل علي الحاجات دي افكار سوني غريبة في الحكاية دي و غير كده كمان انت لازم تحط في بلاك حاجة ان لازم لو انت واخد الجهاز ده برا سواء انت خربت يوم واحد كم ساعة و راجع او بروحت رحلة اسبوع واسبوعين و هتاخد الجهاز ده معك لازم تحط في بلاك ان الجهاز البلاي ستيشن لازم تبدل تسايبه على وضع السكون لو الجهاز اتعمله شاداون او قفلت الجهاز خالص مش هتستعمله فلاصة لو انت مثلا الكهرباء قطعت و انت برا مسافر اسبوعين انسى لو مفيش حد في البيت اتصل عليه تشغلولي البلاي ستيشن فايف مش هتعرف خلاص الجهاز ده هتحطه في الشنطة ملووش اي لازمة و ان انا اسيب برتو الجهاز كل شوية في وضع السكون و وضع السكون و وضع السكون لا انا عايز الجهاز مثلا ايه اقفله لو خلاص مش عايز الجهاز اقفله خالص فاسيبه مرتاح فالعملية مش يعني ايه مش مجدية اعرف عزيز نيام مش مجدية وبكده وصلنا لنهاية الفيديو و عشان الفيديو ده انا تعبت فيه و دي ثلاث مرة اصور تعمل لايك على الفيديو و سبسكرايب للقناة و فعل الجلس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة ولو عندك اي سؤال او اي سيفسار اسألني في الكومنتات و هرد عليك بقرب وقت ان شاء الله و اشوفكم الفيديو الجاي لو الفيديو ده مبصي سلام